موسيقى الأستاذ الدكتورة غادا عمر وكيلة كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا ونائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا شغلت الأستاذ الدكتورة غادا عمر لفيفة من المناصب الأخرى منها الرئيس السابق لقسم الهندسة الكهربائية بجامعة بنها ومدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ومدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في أكاديمية البحث العلمية اخترت الأستاذة الدكتورة غادة عمر من قبل مؤسسات بحثية وإعلامية أفضل عشرين عالمة مسلمة مؤثرة بالعالم عام 2014 ونالت المركز الأول في أبرس خمسين امرأة عربية بريادة الأعمال كما انضمت عام 2016 إلى قائمة أكثر خمسمائة مسلم تأثيرا في العلوم والتكنولوجيا وفي عام 2019 حصلت الدكتورة غادة عمر على زمالة كلية الدفاع الوطنية أكاديمية ناصر العسكرية العليا بدرجة امتياز ولها أكثر من أربعين مقالا علميا في مجال الهندسة الكهربائية كما لها أيضا مقالات حول تأثير الابتكار وريادة الأعمال على الأمن القومية عملت الدكتورة غادة عمر منذ عام 2009 كمتطوعة في المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وتم انتخابها عضوا في مجلس إدارة المؤسسة ثم نائبا لرئيس المؤسسة منذ عام 2012 وقد أسهمت في أكثر من عشرين مشروعا وبرنامجا لدعم التنمية العلمية وريادة الأعمال أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام اختار الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسي ومجلس عمداء الهندسة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة غادة عمر نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ووكيل كلية الهندسة بجماعة بنها كواحدة من أفضل القصص الملهمة للمرأة في مجال الهندسة والتكنولوجيا في إفريقيا والحقيقة يعني ده كان من ضمن عشرين امرأة في العلوم تفوقا بالعلم طيب للمزيد برحمة حضراتكم بضيفتي في هذا الحوار الأسازة دكتورة غادة عمر وكيل كلية الهندسة بجماعة بنها دكتورة بن وراني أهلا بك يا فنم أهلا بحضراتكم أهلا بمبروك التكريم وحاجة مشارفة لمصر ربنا يخليك يا فنم أهلا بمديك الصحة ده شرف لي أساسا أنه أنا أكون مصري أكيد ربنا يخليك دكتورة التفاصيل المتعلقة بالأمر هل ده ترشيح هل ده شغل بيكون بشكل استثنائي من قبل أسازة الجامعة في مصر عايزيني نعرف إيه القصة تمام هو بسم الله الرحمن الرحيم هو فكرة ريزنط الدوب أو صعود للقمة هو ده كتاب طالع من جمعية عملاء المهندسين في الولايات المتحدة الأمريكية لكل القرار بيشوف مين السيدات في مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا اللي فضلوا في أوطانهم وقدروا يعملوا تواصل دولي أو يستخدموا علوم والتكنولوجيا دي لتغيير مجتمعاتهم زي ماك عارف في مجال الهندسة مجال صعب فإن سيدة تكون في مجال الهندسة وهي موجودة في بلاتة وتستخدمها لخدمة المجتمعات لخارج وطنها وداخل وطنها فدي بتقول عليها قصة ملهامة فبعتوا إنا زي استبيان كده كانوا مرشحين كذا حد وبعتوا إلي استبيان فأنا رديت على الأسئلة اللي بعتمها لي هم اللي مرشحين بالزبط كده هم بيعملوا زي سيرفي من سيدات مثلا في أفريقيا في الإنجينير وهم اللي بيختاروا ويبعتوا لك الإيميل أن أنت مترشحة لكذا فأنا قلت ما عنديش مشكلة فأروح ترد على السيرفي يسألوني بعض الأسئلة وبعد كده عملنا انترفيو على الزوم دخلت معهم وكان مجموعة سيدات من أفريقيا فعلا متميزات جدا وده كان حاجة جميلة جدا بعد كده خلاص تم اختياري أننا من ضمن الخمس شخصيات المؤثرة في أفريقيا في الكتاب اللي هيطلع إن شاء الله 21-22 هيطلع في شهر واحد الجاي وقلت طبع الكتاب ده بيحكي قصة سيرتنا الذاتية وإزاي أن احنا من الصغر اقتربنا مثلا في أسرة أو إيه اللي وجهني لمجال الهندسة التحديات اللي قبلتني في منطقتي ليه ما سيتش البلد ومشيت يعني ليه اللي خليني أصر أكمل في وطني دي كلها أسئلة بناء على كلام حضرتك أو أسئلتهم عاكي أسئلتهم هم بيسألوا الكلام ده هم بيسألك ليه أنت في طلطي موجودة أنت التحديات اللي قبلتك إيه طب أنت زي توصلت أن أنت يكوني منصب إداري مثلا في مجال كلية الهندسة أو في شركة مثلا لو أنت خارج الشركة طبعا بيضيف للكريدت لو أنت كمان مش بس مهندس ده أنت كمان بتبقى مثلا لو كادر أكاديمي أو باحث ده بيزود الرنك حتى في التحكيم ده بيزود التحكيم بتاعك هايل جدا المعلومات إيه المتوفرة عن الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسي في الولايات المتحدة الأمريكية إيه ده؟ ده زي مجموعة زي النقابة زي عندنا نقابة المهندسين على مستوى مثلا مصر دي على مستوى العالم جمع حاكتين هما أو الكليات المتقدمة في مجال الهندس دول بيعودوا بيحطوا خطة استراتيجية لتطوير التعليم الهندسي على مستوى العين فهم بقالهم ثلاث سنين حطوا برنامج لدعم المرأة في قليم التكنولوجيا لأنه لقوا المرأة في مجال الهندسة بعيدة جدا خاصة في بعض القرات زي قارة أفريقيا وقارة أسيا كمان بيقولوا عدد وحتى على فكرة في أوروبا نسبة المهندسات قليلة جدا اللي موجود فعمل البرنامج دوة وقالوا إن احنا عاوزين ندعم ونقول إن في قصص نجاح موجودة في هذه المناطق حتى تكون زي خريطة عمل للسيدات بعد كده إزاي ممكن يخطحموا هذا المجال بعد الانترفيو بعض الأسئلة اللي سألوها لحضرتك بلغوك إزاي أو أسئلتك عرفت إزاي أن تم اختيارك كواحدة من القصص الملهمة على مستوى العالم هما بعد ما بعتولي السيرفي دي قالوا بقى احنا نبدأ معك نطلب منك إن انت تبدأي تكتب القصة بتاعتك وإحنا هنعدلها فبدأت تكتب القصة دي عملوا انترفيو مرتين والانترفيو ده كمان مجموعة للسيدات ومعنا كمان اللي هما مسؤولين المجلسين بعد ما خلصت طبعا بفضل ربنا أنا لسه عارفت كلام دا مبارح أنا كمان اترشحت أن أنا أكون الشيف إديتور أو الرئيس الكتاب الجديد لأسيا يعني أنا أكون من أفريقيا الإديتور الرئيسي للشابتر بتاع أسيا وده برضو حاجة جميلة جدا برضو أننا حتى أنا بقول لهم يعني طبعا هو الشيف إبدا داين بيتحطوا وتحطوا جنب عالم الدولة فده أنا كانت ساعدني جدا إنهما بعتلي يقولي خطاب إن انت هتكوني المسكة الكتاب بتاع أسيا في المرحلة القادمة برضو أننا تشجيعا للمهندسات في أسيا علاقة البحث العلمي ووزارة التعليم العالي بمثل هذه المسابقات يعني احتكاجك بشكل مباشر بهم ولا هما كمان في مصر بيكون عندنا فكرة عن مثل هذه الأمور أنا أعتقد أننا عندهم فكرة بس على فكرة موضوع الكتاب ده أو الكتب ريزينج في دا توب دي أول مرة تطرح من ثلاث سنين بس أول مرة جلنا في أفريقيا السنة دي وأنا أول مرة أسمع عنها يعني حقيقي الموضوع ده هما فيه عمتا جوائز على مستوى علامة مشهورة لكن جوائز للهندسة للمرأة في الهندسة دي ما كانش كتير مش بس في مصر في عالم كل أعتقد الوزارة طبعا عارفة أنهم طبعا عندهم فعلا ناس مهتمية جدا أنها تبحث عن كل ما هو جديد في العالم والتواصل معهم حتى لمعرفته حتى تطبيقه في مصر فأعتقد دهم معرفين لكن أنا ما حصلش يعني لسه عارفت كلام دهم معرفة ما عرفش هم معرفين ده دلوقتي ولا لسه ليه مجال الهندسة مجال صعب بالنسبة للبرأة مش بس في إفريقيا دكتور أنا ما شوفهوش صعب يعني أنت أسألتين إنه أنا بتظلمني حالك بتجو فيه زي أسهل حاجة أنا بشوف الهندسة حقيقة أنا بشوف علم الهندسة أو علم الرياضيات أو الفيزياء دي من أفضل العيوم يعني أنا بحس إنها دي يعني عارف أنت لعبة زي جيم أنت بتلعبها بتوفير تفكر فيها تخطيط فيها فكر فأنا بشوفها أحلى مهنة أو أحلى مجال للمرأة بالعكس أنا بشوف الهندسة لو أي سيدة فقاصة بقى مع الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الجديدة إنها ممكن تشتغل مئة شغل ويقاعدة بيتها وممكن تحصل على رتب محترب جداً ويقاعدة بيتها يمكن زمان كان صعب عشان المواقع لو إحنا بنتكلم لكن دلوقتي ما عادش الموضوع بالشكل ده هو ليه قليل حاجتين لأن المجتمع أولاً يعني لما دخلت مجال الهندسة في الأول أنا حباة جداً بس الهندسة زمانتا قلت تفضلت قلت إنها فيها مشكلة في إن الناس بتشوفها صعبة فأنت بتبزي المجهود عشان بتذاكر أكتر عشان تفهم لأن الموضوع في الأول خاصة في أول سنتين في الهندسة البازيك أو الأساسيات بتبقى صعبة شوية على الناس اللي جاية من بر لما بعد شوية بشيت أنت بتشتغل بقى مضاعف عشان تثبت نفسك إن أنت كست ممكن تخش مشروع أو كفيميل أو امرأة مع زمالك الشداب إنهم تتشتغل معهم فأصبح الحمل مضاعف أنا بثبت نفسي في الهندسة وبثبت نفسي إن أنا كامرأة بنت لا لا هتعطلينها كذا لما تطلع من الأوائل بيبدوا يبقى يبقى تعالى معنا وفعلا بصراحة كلهم كانوا دعمين لي يعني بعد تانية كل أسد زيتي وكل زملائي بصراحة كانوا دعمين لي لكن الفكرة بقى أنا كسيدة كمان إحنا عندنا مشكلة أخرى إن السيدات بتحطي في دمخها ده مش مجنة يعني من بداية في العقل الجمعي بالزبط والأسرة كمان بتقول للبنت لا 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 ده مش مجيلك ده خريكي في كلية رقيقة هي بالعكس الهندسة على فكرة كلية رقيقة جدا الهندسة تحافظ يمكن بس عشان بتنزل في الفيلد يا دكتور يعني بتابع محتاجة ولا مش كل الأقسام لا يا حتى كل الأقسام حتى لو بتنزل في الفيلد هي برضو امرأة ومهندسة وشطرة وبتثبت نفسها السيدة ما بتنزل في الشارع والسيدة قاضي في مصر دلوقتي والسيدة في أمور عديدة هي الفكرة أنت عقلك إزاي أنت بتعاملي زي بتعاملي بخوف أنت هتبقي متوتر لكني بتتكلمي بقوة عادي جدا بالعكس والناس بتحترم العقل يعني الناس أول مرة بتشوفك سيدة وبعد التين بتنسى أن أنت ست أو راجل بتكلم مع عقلك لأن شايف أحد يتكلم بقوة يتكلم ببطاياة صحيحة ده شيء رائع جدا احنا في مصر يعني في خطط التنمية بتاعتنا احنا بصين زي للعلوم الهندسية والتكنولوجية الدولة يعني فعلا مهتمية بالقطاعات ده جدا أصلي خالي بالحضرتك احنا زي ما قلنا الثورة الصناعية الرابعة قائمة على مجالات التكنولوجيا والهندسة في كل القطاعات يعني الهندسة دخلها في كل القطاعات دلوقتي فالدولة بتولي الاهتمام كبير جدا خاصة بالتعليم الفني اللي هو مرتبط بالهندسة بس هنا بقي الناس فهمة الهندسة الأساس لأ ده التعليم الفني هو الأساس يعني احنا عاديدين أكبر عدد كبير جدا تستوعب الطلبة اللي كان عندهم مشكلة في فكرة التعليم الفني غير كده انه ممكن يحصل على الدرجات كبيرة ليه التعليم الفني مهم الدول اللي قامت على صناعات قوية وحديثة هي قائمة على التعليم الفني وليس على الهندسة فقط الهندسة مهمة بس احنا مش عايزين مهندس مفكر عايزين يد المفكر يعني عايزين الشخص اللي بيقدر يشتغل بيده الشخص اللي عم تفكير حارك برضو ده احنا عندنا تطوير جامد جدا في مجال التعليم الهندسي في مصر وربطه بالمجتمع ومشكلتنا زمين انه ممكن نقول انه كان في بعض عضاية درس قلة منهم كان بيبقى بيشرح المادة بقالها خمسين سنة ما تنفعش دلوقتي مع التغييرات اللي حصلت فيه اسلوب التدريس والمتابعة والتدريبات اللي احنا بناخدها حتى لو وصلت لدرجة ايه بتخليه دايما مطلع على احدث ما هو موجود ونقله للطلبة والتالي الطالب بيطلع فاهم ايه التغير اللي بيتم في السوق ولكن حضرتك رأيك ايه في التعليم الفني في مصر حاليا وما يتم فيه من قليات انا من زمان من قبل يعني من 2006 كنت سفرت برا وكنت بشوف جدا ان التعليم الفني قد مهم يعني قبل كده قبل ما سافر كنت فهم انه ده لا حاجة مش كويسة ده حاجة مش فخمة يعني اكتشفت ان كل الناس اللي بتقود الدول يعني كبار القوم برا هما التعليم الفني على عكس ما الناس فهم وعشان كده قاطرة الصناعة وقاطرة الشغل شغلة بقوة جدا احنا اصبحنا كلنا مفكرين وما حدش بيشتغل بيده يعني كلنا ربان سفين حتى لما بتيجي شركة اجنبية تدور على العملة ما بتلايش وإحنا حتى مصانعنا المصرية كان فيها كتير جدا نفسي فعامل كويس نفسي فني كويس فالله حصل بدأت تبص للتعليم الفني حتى كتبت مقالات كتيرة جدا ان اهمية تعليم الفني وقد دي شغلانة قوية جدا والشغل الصحي بتاعها مرتبه ممكن يكون اعلى مرتب المهندس او اي مهنة اخرى الدولة المصرية بعد احداث ما اطلق عليه ثورات الربيع العرب اتغير الفكر انه فعلا الدولة المصرية شعرت باهمية الصناعات المحلية والصناعات المحلية مش هتقوم الا ما يكون عندي فني شاطر والفني شاطر الدولة محتاج يطلع عن مدرسة كويسة مدرسه واستاذ فاهم يعني التعليم الفني وفخور بي ويه الامكانات تكون موجودة يمقش هذا ده باخد عشان اهرب وخلاص من السيستم معين انا مش عايز اخش وده اللي حصل الفترة اللي فاكل كان فيه اهتمام جدا بالمعلم في التعليم الفني بالمدارس الفنية زي بنبان وزي الضبعة وبعدهم مش بطلعوا بقى على الستاندر المصري ده انا بديله المناهج والتعليم اللي يمفع يطلع يشتغل على طول برا مصر مع ستاندر دولي يعني حتى المناهج لو تشوفها في محطة بنبان تحديدا او في الضبعة المستوى التعليمي ده حاجة كبيرة جدا فقق جدا عشان كده حتى حتى اختيار الطلب حتى الناس اللي بتقدم كتير جدا ومش كله بتقابل ده انت لازم تكون عفرارة شكرا اللي احنا عايزين حد يكون قابل اتجاه مصر في هذا الاتار مش بس ببنبان حتى في المدارس المتعلقة بمحطة الضبعة وغيرها من المجالات المختلفة ده تواجه كديد زي ما عاجب تقولي لكن فكر الناس فكر المواطنين عاجب تشوفيه ازاي فيما اتعلق بدك عباس هو حاجة في الاول كان فيه مشكلة لان ده ثقافة مجتمع بقالها فترة كبيرة بندن ومتقصلة للأسف لكن دلوقتي لما الناس شافت المستوى المدارس والكلام اللي بيتقال على الرواتب اللي هتحصل بعد كده بدأت الناس تسعى بدليل التقدم في هذه المدارس مدارس الحلاء مدارس الجلود كل الكلام ده كان فيه تقبال عليها من المجتمع لانه انا يهمني بدي في الاخر ايه انه يتوظف وتكون عنده مهنة محترمة هي ليه مهنة التعليم الفني زمان كانت الناس ببصيرها بالطبقية لان كانت الرواتب او المهن ما كانتش بتدي الشكل اللي الطالب بيحلم بيه ده اذا لا اذا لا لكن دلوقتي انا عارفة هطلع اشتغل فين واشتغل بمرتب محترم ليه لا ده بالعكس بالعكس وخاصة كل شبابنا بيحب يشتغل بايده يعني حتى على فكرة البنات بتحب تشتغل بايدها فلما نكون عندي ده مع شهادة عليا مع الجماعات التكنولوجية اللي تديك ده لحد الدكتوراه يعني اصبح مش بس ان انت بتاقل يعني اصبح فيه دكتوراه فاصبح فيه قيمة الموضوع اختلف عنده قسر كتير ولكن لسه محتاجين تغيير اكتر محتاجين ناس تعيق ادنى واعتقد بعد 3-4 سنين لما يبانى المرضود الاقتصادي على الاسر دي هتلاقي كتير جدا بدء التقدم للتعليم الفني افضل من كليك كتير جدا موجود برجع تاني للهندسة والتكنولوجيا وحاك بتشوفي ازاي برامج دعم المرأة في مصر من ناحية العلوم والتكنولوجيا والله الفاترة اللي فاتت برضو فيه تغير كبير جدا حاصل لدعم المرأة يعني انا عايز اقول لك من اول ما اتعامل عام المرأة 2017 والدولة بتولي اهتمام كبير جدا بتنمية المرأة مش بس في البحث العلمي والعلوم لأ حتى في ريادة الاعمال وده الاخطر ريادة الاعمال دي شيء مهم جدا على فكرة لان انا المرأة هي رومانت الميزان في المجتمع المصري فانا محتاجة انها كون عندها وظيفة والوظيفة دي قم قائمة على فكر وعلى علم فبدأت دولة المصري بتعمل برامج كتيرة جدا واحنا شفنا حتى مرضوتها في حياة كريمة في كفالة وكرامة في برامج كتيرة جدا غيرت المنظور لان انا ازاي ساعد المرأة مش بساعدها بفلوس انا بساعدها بكرامة اهتمام الدولة بالمرأة انها بدأت تمكنها سياسيا اقتصاديا وبدأت تتعامل معاك عقل يعني انا بقولها حتى المنافسة معلتش يعني اه في كوتا ودي حاجة مهمة جدا ولكن ايضا الاعتماد دلوقتي في اختيار في جميع المناصب في الدولة على ان اكفقتك لو انت كف امرأة او رجل بتبقى ليك دور كبير جدا الاول كانوا بيخافهم المرأة يعني ما يقولوا دعيني ايه تبقى ليها عكس لما بتقعوا مرأة وتقال مثلا عندها مشكلة اختيارها بيكون صعب دلوقتي لا بداية احنا كلنا هم موجودين انا وكيل كلية فيه كتير جدا ما شاء الله قضاء فيه عندنا في جميع المناصب الموجودة في الدولة لا ده كمان بيزحموا كمان يا دكتورة دلوقتي على عميد كلية ورئيس جامعة ووزراء بس واحدة قولة من المرأة شطرين يعني شطرين والله اتفقين تماما طبعا حديث كمان من ضمن الحاجات حصلتي على جاهزة رموز عربية في عام 2021 ايه جاهزة؟ هي الجاهزة دي تصنيف انه ان انت ازاي بتستخدم افكارك او اللي انت عملته لدعم المجتمع يعني اختار رموز عربية جميع مجالات الحياة علوم اعلام ثقافة كل شيء ازاي انت كنت مؤثر في مجتمعك بالعلم او الموهبة او الوظيفة اللي انت فيها فتم التصطيف دوت وتم التكريم في شهر عشرة اللي فات دوت او العشرة انه اختاروا من كل الوطن العربي دي مجموعة التحاد رواد الاعمال العرب دول عندهم زي فكرة ان جي او او مؤسسة خيرية بتدعم فكرة ريادة الاعمال على مستوى العرب وريادة الاعمال قائمة على ريادة المجتمعية يعني انت ورائد مجتمعي وعندك فكر بيتم تصنيفك فتم تصنيفي في اتجاه ان انا بخدم المجتمع في مجالات الاعمال وعن طريق المقارات اللي بعملها كمان المحضرات والندوات اللي بنعملها دلوقتي عشان تغيير الثقافة واعتماد الناس على انها تتعلم تكنولوجيا وما تخافش من التكنولوجيا حيك وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحث في كامعة بنها انا دايما وانا اتكلمت مع سياتي كابل كده في هذا الاتار فكرة ربط الكامعات بسوق العمل بشكل اساسي او ربط الابحاث العلمية بالشركات المنتجة في مصر وإلى اي مدى هذا الامر تغير وحيك تكلمتيني عنه انا برضو احب اتكلم عن هذا المجال هو بس فيه فكرة ان الجامعة اساسها زي ما اكتفضلت ربطة بالمجتمع يعني حتى اول جامعة عملت جامعة القيروان كانت في جامعة عشان تخدم وتحل مشاكل المجتمع عن طريق علماءنا في اروقة الجامعة يعني كان الناس بتطرح افكارها العلمية وتقول ان احنا ممكن نحل مشكلة كذا وكذا الناس لفترة كبيرة جدا اعتبرت الجامعة ان المنتج الرئيسي بتاعها الطالب والمنتج السانوي بتاعها البحث العلمي مع أن الجامعة المنتج الرئيسي بتاع البحث العلمي والطالب دول رسالنا اللي بنبعاته من المجتمع يحل مشاكله صح اللي هو العكس بالزبط العكس فعشان كده كان فيه فجوة كبيرة جدا بين الجامعات والمجتمع المجتمع شايف الجامعات دي بلاك هول يعني ثقب أسود بل ما فيه فلوس ومش شايف منك حاجة وإحنا شايفين المجتمع عنده إحنا بتذاكر وطلعنا الأوائل وعملنا تغييرها في المجتمع بس أنتم مشايفينه فكان فيه مشكلة كبيرة جدا في الموضوع ده الفترة الفاتت لما الدولة تنبهت لقد بدأت تشتغل على أنها تقولي المشاكل طبعا كان عندنا مشكلة طبعا عندي نية ساعد المجتمع فين مشاكلكو ما حدش بيقولي أروح مصنع مثلا طب قولي إيه المشكلة عندك المصانع بيش عايز تتكلم الدولة بتقول كله تمام وزي الفل طبعا أنا أحل مشاكل إيه أنا عارفة أن فيه مشكلة لكن ما عنديش الدات دلوقتي الدولة المصريقة لأ إحنا عندنا مشاكل في المياه في الصحة في الطاقة في الزراعة من زمان بقى أننا 4-5 سنين بتجينا كل أول سنة من وزارة البحث العلمي لست بالمشاكل المطلوب البحث فيها وبالتالي أنا بشتغل بحث ولما بيطلع مرضود بتبقى الدولة حاسة أن أنا مفيدة وبتدعم وبتدعمني وبتصفرني وبتحضرني مؤتمرات فأصبحنا بنشعر بالامتيازات اللي كانت بعين عننا قبل كده ما كناش بنشوفها ما كناش بنشوفها الخطأ من ناحيتين من الباحث ومن الجهة برضو الحكومية دلوقتي كمان دعم البحث العلمي زائد جدا الرقم بالنسبة لنا بحنا عاوزين أكتر يعني عشان مقارنة بالدول اللي حوالينا المتقدمة إحنا عايزين نزود الفلوس أكتر والميزانية أكتر ليه سبب؟ لأن البحث العلمي مرضود وبيفرق كتير جدا يعني البحث العلمي على فكرة هو أحسن استثمار في العصر ده أي استثمار وأي مبالغ في البحث العلمي وعلى فكرة البحث العلمي السلب زي الموجب يعني لو أنا كنت بمشي في خطه وطلع مش ده صحيح ده بحث علمي أنا بقول الناس ده ما تمشيش في الخطه ده فيه خط تاني بقى كده صحيح فالناس متأشمت وقعا لازم يطلع النتيجة اللي احنا فرضناها لا خالص بس ده بحث علمي في حد ذاته والدول الأجنبية يعني أيزن هاور في 58 طلع قلا أفوت فرصة الخيال العلمي على شعوبنا أي حد عنده فكرة خيال علمي حتى تقدمنا يتقدم بها وإحنا هنموا يا فنف ده كتير من الخيال العلمي أصبح واقع ودي حقيقة واللي احنا بنشوفه حاليا كمان أنا بقيت أشوف وكلنا الحقيقة كليات الهندسة بتشارك في قانون البناء الموحد مثلا في تصميمات الطرق الحديثة ده ما كانش موجود زمان وممكن كان بعيدة شوية عن حال هذه المشاكل انتو كأسات زي تجامع بشوف هذا الأمر وانعكساته عليكو ازاي هو انعكساته بدأت عندنا من أول ما عملوا صدوق الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي اللي تحت فخامة سادة الرئيس على طول الصدوق دوت جامع كل وزارات الدولة في الصدوق يعني كل مش بس أكتبات البحث العلمي أو أساس الجامعة فأصبح فيه ارتباط بيننا ما عدناش جزر منعزلة دي أول حاجة طبعا إشراك الجامعات دلوقتي في أمور عديدة يعني اللي بيتم في الدولة المصرية ده ما بيتم الصدفة ده بيتم مدراسات بيتم في جل الجامعات المصرية طبعا الجديدة حساباتنا الاقتصادية التحول الرقمي ده كله فيه أسادزة شغال عليه أسادزة مصريين والدولة المصرية لحست حتى حاجة في مثلا في طريق الكباش حافل طريق الكباش أكدت الدولة المصرية أن ده كله بيتم مصري ما فيش أيدي خارجي من بره وده برضو على فكرة في حد ذاته توحيد وتوطين للبحث والفكر المصري في جميع القطاعات سواء في الأثار سواء في الهندسة سواء في الطب فأنا بشوف ده فرق كتير بمعانا إحنا حتى نفسيا أن احنا أصبحنا حسين أن لنا فايدة يعني وده بيدينا أكتر على عاطقنا فرصة أو إحساس أن احنا مطالبين نقدم أكتر قانون البناء اشراكنا في أمور عديدة سواء كل الطب بسوكوليت هندسة مش بس هندسة بدأت تخلي البحوث وحتى أسلوب عرضنا للمحاضرات اختلف لأن احنا بنكلم من واقع عملي وبنطلع الطلب نقول له احنا عندنا واحد اثنين ثلاثة ومطلوب منك تشتغل فدعا اهتمامات الطلب عن تحضرتك في الكلية والباحثين يعني أكيد هم شايفين الدنيا بتتغير العلوم الهندسية في تقدم يومي التكنولوجيا بقت في كل مجال فيمكن اللي كان داخل الهندسة بفكر معين هو شايف الصورة دلوقتي بشكل مختلف بيفكروا زي فان دي حقيقة هو بعد بصحك يعني قبل الأزمة الكورونا كانت الثورة الصناعية الرابع بدأت تخلي الشباب يعني يقلق على حكاية الوظائف وطب والشغل طب هنشتغل ازاي طب هنعمل ايه جاءت الكورونا صرعت جدا كمان في موضوع التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابع في جميع القطاعات وما بقى الهندسة الشبابنا في الجامعات المصرية دلوقتي شاعر ان فيه تغير كبير جدا بيحصل في الدولة المصرية وإحنا أصبح عندنا إمكانية تقنيات حديثة حديك مثالين مثلا بعد إذن حددك مثلا عندنا أن يكون عندنا وكالة فضاء مصرية دي خلت الشباب يعني يشعر بتغير في وجهة نظره من ناحية أن احنا كدولة قادرين نمتلك التكنولوجيا المتقدمة لأن تكنولوجيا وعلوم الفضاء دي من التكنولوجيا اللي ما كناش تحلم به ما كناش نتخيل أن ممكن يحصل عندنا في مصر يبقى عندنا وكالة فضاء وكالة فضاء بتطلع أمار صناعية 100% مصرية أصبح عندنا قمر طيبة لاتصالات دي أول حاجة فطبعا ده خلت طلبة تشعر أن احنا نشتغل إيه بقى في المجال ده في التكنولوجيا الجديدة كان كله بيتكلم عن التكنولوجيا البسيطة لأن احنا ما كانتش عندنا إمكانيات غير كده مثلا دلوقتي كمان مش بأس فدأ يعني أصبح عندنا مثلا لما شفت حاكم برح معرض إيدكس الطيارة الدروني ليه الطيارة بدون طيار دي أنا مبرح الشباب عندنا يعني فرحانين فرحة يعني فيه إمكانية أن احنا نصنع لحد كده يعني ده فرق معهم ووسع مداريكم لما يلاقي بلدك ووطنك بتصنع حاجات جديدة وفائقة بتقدمها للعالم وبتنافس دولي وبتقول أنا موجودة هم شحيح ده بيخلي الشباب ده يبقى عنده أمل أن أنا هشتغل وهعمل الأول طب أنا مين هيروح فين الكلام ده طب أنا هابتاكر هروح فين دلوقتي عارف أن فيه دولة وفيه دولة بتشتغل بجد وبتشتغل عبتقانات الحديثة أو مصرة تمتلكها بأيدي مصرية يبقى أنا عندي فرصة كبيرة جدا أن أنا أشتغل فده فريق معهم جديد حتى في مشاريعهم يعني أنا معي طلبة دول مش بكاليوس لقيتهم جايلي تلات طلبة من قبل مرحلة بكاليوس بيعرضوا علي فكرة أن احنا نعمل بدلة للمعركة السنسور أو المجسات دي وطلب صغناني يفقوله وتانية هندسة والعادين بيعرضوا الفكرة وعادين بيدوروا عن نتو إيه أحدث حاجاتك في حبي دم أنت فكرت في كده ليه عشان مرة جاي أبعرضها في معرض زي ده لما بيحصل معرض ده يعني تتخيل والله ده حصل فأنا بحس أن المعارض دي والإحساسهم أن الدولة بدأت تمشي في اتجاه التكنولوجيا فارق كتير جدا معهم ومخليهم يشعروا بالفخر فكرة كمان أنهما شايفين أن الشركات أو الدولة المصرية بقيت تشرك كليات الهندسة بشكل أو بآخر في مشاكلها وفي البحث العلمي ده بيولد جواهم إيه؟ أنهما كمان ممكن يكونوا فاعلين في العملية دي بشكل أو بآخر صح بيولد عندهم طاقة غير كده حتى في مجال البحث العلمي مثلا الدراسات العليا زيبان كان يجي لي واحد يقولي أنا عاوز أعمل دكتوراه طب حلو جدا بتعمل ليه عشان أخد اللقب محتاجة أترقى بيها ده بيولي لأ أنا عايز أشخدها عشان مثلا أحل مشكلة كذا أو عشان أبقى مستشار في الجهة الفلانية في الدولة يعني أنا عارف بقى إيه يعني إيه بحل مشكلة فأنا عايز أكون كده فدي فرقة حتى في الاتجاه بتاع البحث العلمي أما الطلبة اشراق كلية الهندسة يعني مثلا إحنا جامعة بانها مثلا كلية هندسة جامعة بانها إحنا دلوقتي تم اختيارنا من ضمن ثلاث جماعات إن إحنا بنعمل هنطلق أمر صناعي كامل بأيدي طلباتنا السنة دي وده بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية طبعا كان اختراح رائع من وكالة الفضاء المصرية إنها ترتبط بالجامعات وتعمل مشروع للطلبة تخش فيه من نفسها إنهم عملوا أمر صناعي يطلق وهتعملوا إطلاق حقيقي مش مش ملكات فده برضو خلت طلبة تشعر إن إحنا بنعمل حاجات بأيدينا بنشتغل بأيدينا فده برضو يعني مخليهم يفكروا بطريقة مختلفة حتى بيطلبوا مننا مواد مختلفة الكرسات طب إحنا عايزين نعمل ندوات إحنا بنعمل ندوات موازية دلوقتي في التكنولوجيا الحديثة للطلبة خارج قطاع الهندسة العادي التقليدي اللي إحنا بنشتغل فيه يعني إحنا بنعمل في كلية الهندسة جامعة بنا كل يوم ثلاث بنعمل ندوة عن مثلا الفور الصناعي الرابع عن ريادة الأعمال عشان نربط الكلام ده إزاي تعمل بيزنس أو إزاي تطلع مش تدور على وظيفة تخلى أنت وظيفة من شورك بعد ما اطلعت على هدي المشاكل اللي الدولة بتطرح عليه شرفتيني فخور بحضرتك وبقولك مبروك مرة تانية بشكرك مسايل السيدة المصرية النكحة المثقفة بشكرك جدا الدكتورة غاد عامر وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوت بجامعة بانها شرفتيني في هذا الحوار شكرك يا دكتورة نورتيني مشاهدين الكرام عندنا حوار ثاني ولكن بعد قليل مجز الأنباء مع زميل أحمد فؤاد بعدنا تواصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة